لا عجب أن تعاني خزينة العراق من أزمات مالية تكبر في كل عام فوجود أكثر من نصف مليون موظف وهمي مسجن لدى الجهات الحكومية رقم كاف لإدراك حجم هدر الأموال في عراق ما بعد 2003 فبيانات وزارة التخطيط تشير إلى أن لدى الحكومة أكثر من 7 ملايين موظف يتقاضون سنويا 50 مليار دولار إلا أن عدد الموظفين المسجلين أعلى من العدد الحقيقي وفقا لسياسيين أو خبراء اقتصاديين أكدوا أن نحو تريليونين ونصف تريليون دينار من موازنة الرواتب السنوية فاذهبوا إلى جيوب الفاسدين ولا يقتصر أمر الفساد على وجود الأسماء الوهمية في سجلات رواتب الحكومة فوجود نحو 250 ألف موظف يتقاضون رواتب مكررة مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى بحسب اللجنة المالية النيابية أموال مهدورة تستنزف ميزانية الدولة في وقت تتحدث فيه حكومة الكاظمي عن وجود أزمة تستوجب اتخاذ إجراءات من بينها استقطاع جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية لسد العجز المالي بعيدا عن معالجة جوهر المشكلة المتمثل بضرورة وضع حد لمافيات الفساد المحمية من الميليشيات تهدر كرواتب ثنائية وثلاثية لموظفين في الدولة وفقا لصندوق النقد الدولي أكثر من 12 مليار دولار سنويا تهدر كرواتب ثنائية وثلاثية لموظفين في الدولة وفقا لصندوق النقد الدولي وفي مقابل ذلك يحاول وزير المالية علي علاوي التقليل من حجم الفساد ويتحدث عن وجود 100 ألف راتب وهمي فقط كانت وما زالت تذهب إلى جيوب الموالين للطبقة السياسية الحاكمة مثل السجناء السياسيين وقانون رفحاء ومؤسسة الشهداء إلى جانب الفضائيين السلطات الحكومية لم تقر إلى الآن أي تشريع لميزانية عام 2020 وبدلا من ذلك تم تنفيذ مشروع قانون العام الماضي الذي تم اعتماده بتسعيرة 56 دولار لبرميل النفط الواحد رغم أن الأسعار الحالية لم تتجاوز 29 دولار للبرميل الواحد ما يعني عجزا إضافيا في الموازنة على حساب الشعب العراقي دون حلول حقيقية ترجمة نانسي قنقر